الأول صانية بطاطس بس صانية بطاطس عاملها شوية دي فرانساوي شوية اللي تعمل بالروزماري وزدعتر وزيت الزتون وكده بوسي أنا بحذر الدنيا حوالي بس إن شاء الله أنا وعدة نفسي إن أنا مش عام كده حنحط الأول بوسي اللذيذ في الأكل اللي هعمله النهاردة إنه كل الحاجات بتتحط على بعض وفي الآخر بتخش الفرن يعني أو بتتحط طوزا يعني المقادير سهلة قوي طخ 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 كل المقادير فوق بعضها عملت الدش فدلوقتي ده اللي أنا هعمله في البطاطس هحط كل حاجة هنا وهتخش الفرن طيب ولبقى إنتي بتحطي إيه وإنتي بتحطي بوسي أول حاجة بحط زعتر أخضر أنا بحب الزعتر الأخضر عن الزعتر الناشف بريحته أكيد أنت شميها مختلف تماما وإنتي سلق البطاطس البطاطس دي أنا سلقتها نوس سلقة تقريبا عشان لسه هتخش الفرن فما تبقاش مهرية أنا بحب قطعها كده لما بعمل الصنية دي لإن الخل البلسامك اللي بحطه عليها في الآخر بيحمر البطاطس قوي فبتبقى حلوة بالأجز بتاعتها وهي محمر أه لا هتعجبك هتعجبك إن شاء الله هتعجبك أنا بقولك أول حاجة أنا بحطها زعتر بحط بصل أحمر أو أرمع بحط شوية التوم أو أكتشي أنا مش هحط التوم ده أنا هحط توم زي ما هو ليه بحط التوم زي ما هو حاولي لو فيه أسكينة في حبيبتي إحنا مبخنا إينا هاخد بلا إذا قولك كل حاجة بجد متوفير ليه بحط التوم زي ما هو التوم لما بيقى بقشري ردوة بيستوي من جوة من قلبه وبيبقى روستد فطعمه بيبقى مختلف تماما عن اللي من غير إشره ورين يا مر اللي من غير إشره بيتحمر بسرعة قوي فأنا اللي بعمله ببصي إن أنا بقى أصنعها من نص كده عشان تدي التعم بحطها كده زي ما هي أوبس سوري لا ولا همك بوراقها يا مر وها ورقها ده كله في الآخر بيدوب وما بيبقاش موجود تقريبا ولا هتحسي بي أوكا بعدين سوري عندنا بعد كده هنحطينا البصل وحطينا التوم هنحط زيت زيتون أنا بحط زيت زيتون كتير في أكلي بصراحة أنا بموت فيه أه أنا بحب زيت الزيتون أول بيدي طعم مختلف تماما في كل حاجة وبعدين زيتون وبعدين ملح وفلفل برضو أنا بحب الملح فرش والفلفل فرش ما بحبش المعمول جاهز برضو طعمه بيختلف تماما وبعدين هعصر عصرة لمون صغيرة على الوش برضو اللمون بيدي مزيزة كتا حلوة قوي مع الروز ماري والزيت الزيتون وكتا وشوي تخلي بلسامك ده خلي بلسامك كريمي يعني كريمي ده تقيل مش زي الخفيف ده بيبقى شوية كارميلايز كده بيدي طعم مسكر سنة سنة مسكر بس طبعا مش هتحسي بتعمل السكر بس بيبقى فيها حلاوة كده معين أنا عايزة كيب جد تشيمي ده هتربستي مني طيب دي خلصت خلاص هنحطها في الفرن ندخلها الفرن وتعاد قدية ماروة هتعاد تقريبا نصف ساعة بثلت بير على درجة حرارة كم؟ على درجة حرارة مية وتمانين الفرن يبقى سخن الأول الفرن يبقى سخن الأول ياريت طبعا عشان الفرن بزاتة لو الكهرباء بياخد وقت طب ما جملنا بعد بقى يلا عايزة ايه عاتي بعد مش بعد ده ايوه يلا يلا بينا ده اللي جاهز ساعة نصاعمين من المبارح يا مام ده اللي جاهز يلا الأول كاميرا تصور وشانا عايزة خدتو كدر بتاعك وخدتو الشط بتاع ما بعد خدتو خلاص نزل التردد الجديد 11.785 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5 على 6 ترجمة نانسي قنقر